بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك وهب لنا عملا صالحا نفوز به لديك وصلى الله وسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وصلنا مرة مضت إلى باب العمل في المشي إلى الكعبة وفيه نص أورده الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يقول حدثني يحيا عن مالك أن أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث أنه إن مشى الحالف منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفى والمروى فإذا سعى فقد فرغ وإنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا حتى يفيض قال مالك ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرأة هذا الذي ذكرناه في هذا النص فيه نذر المشي إلى بيت الله الحرام وقد ذكر سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه أن أحسن ما سمع في هذا الباب في الحالف أو الحالفة ذكراً كان أو أنثى أنه يحنث أنه إن مشى سواء كان الحالف أو الحالفة إذا مشى أحدهما في عمرة فإنه يمشي حتى ينهي مناسك العمرة حتى ينهي السعي بين الصفى والمروى فإذا فرغ تبر يمينه يعني أن نذره يكون مؤكداً حينما ينتهي من العمرة كلها وأما إن مشى إلى الحج فإنه يمشي حتى يفرغ لأنه نذر أن يمشي فهو لا بد أن يمشي على رجليه حتى يفرغ من المناسك كلها أي حتى يطوف طواف الإفاظة وطواف الإفاظة يكون هو نهاية الحج فإذا أنهى طواف الإفاظة فقد بر في يمينه ولذلك قال مالك رضي الله تعالى عنه ولا مشى إلا في حج أو عمرة لا سوهما يعني لا يمشي لأي نسك آخر ولأي مقصد آخر ولأي هدف آخر إلا أن يكون ما نذر له حجاً أو عمرة فإنه يمشي فيها إلى أن ينهي مناسكها ويعتبر آنئذ قد بر بنذره والإمام بن عبدالبر رحمه الله قال إن مذهب مالك أن الحالف بالمشي إلى مكة المكرمة يلزمه عمرة أو حجة وعليه جميع أصحابه إلا ما رواه بعض العدول عن ابن القاسم رحمه الله أنه أفتى ولده عبدالصمد بالحنثي بكفارة يمين حينما نذر أن يمشي إلى بيت الله فأفتاه بأن يكفر عن يمينه وانتهى أمره وقال له أفتيتك بقول ليث ليث وهنا هو ليث بن سعد رحمه الله ولو عدت لأفتيتك بقول مالك وهو أنه يجب عليه أن يمشي إلى أن ينهي المناسك وهو ما وافقه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقد قال الإمام زرقاني رحمه الله أيضا وذهب جمع إلى أن الحالف به أي بحج أو عمر أو بصيام أو بغيره من الأيمان إلا الطلاق أو العطق ليس له إلا كفارة اليمين وهذا خلاف ما قاله الإمام مالك وأجمع على أن الطلاق يقع وإن حنث لأن الطلاق جده جد وهزله جد ولا بد من مراعاته والتشديد فيه حتى يعرف الناس أنه من الأبواب العظيمة التي لا يجب التساهل فيها والله سبحانه وتعالى قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وهذا جزء من الآية الله تعالى قال لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون فهو إذن تشديد على أن اليمين يجب أن يراعى وأن النذر إذا ما كان يمينا فإنه يراعى بما رعاه الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل من آيات الأحكام المتعلقة باليمين باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله هاهنا يذكر لنا في هذا الحديث يقول حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيدن الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قائماً في الشمس فقال ما بال هذا فقالوا نذر أن لا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه وقال مالك ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة وهو الصيام ويترك ما كان لله معصية هذا النص الذي بين أيدينا رواه مالك عن حميد بن قيس المكي وعن ثور بن زيد الديلي وهما معروفان سبق أن ذكرنا لهما ترجمة أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أبو عمر وهو يتصل من حيث جابر وابن عباس وقيس ابن أبي حازم عن أبيه وأحدهما يزيد في الحديث عن صاحبه أي أن هناك بعض الألفاظ قد تكون موجودة عند هذا أو عبارات تكون موجودة عند هذا زيادة عما ذكره ذاك وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي البخاري بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه والنبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم فهو دائما يسأل عن أصحابه وأحوالهم وخصوصا في الحالات التي تسترعي الانتباه وتجذب النظر فهو صلى الله عليه وسلم يسأل فقال رأى رجلا قائما فسأل عنه صلى الله عليه وسلم فذكروا له حاله وهو كان آنئذ يخطب الناس وهذا الرجل الذي سئل عنه يسمى أبا إسرائيل وعند ابن أبي إسحاق عن جابر كان أبو إسرائيل رجلا من بني فهر يعني كان رجلا فهريا فنذر لا يقومن في الشمس حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ولا يصومن ذلك اليوم فأبو إسرائيل هذا نذر على نفسه أبو إسرائيل اسمه قشير وبعضهم قال إنه يسير وبعضهم قال إنه قيسر وبعضهم قال إنه قيسر بالسين وبعضهم قال إنه قيسر بالصاد وبعضهم قال إنه من قريش إنه قرشي من قريش وقال بعضهم إنه من الأنصار والأول أصح لأنه من قريش في الحقيقة فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بنذره أي سمع المحتوى النذر مشروع وموجود ولا شيء فيه إذا كان طاعة فهو لما نذر أن لا يتكلم وأن يقف في الشمس وأن لا يجلس النبي عليه الصلاة والسلام وأن يصوم أقره على ما فيه الطاعة ومنع عنه ما يكون فيه الرهق وما يكون فيه المشقة لأن الله سبحانه وتعالى لا يريدنا أن نشق على أنفسنا ولذلك لما سمع بنذره قال مروه فليتكلم لأن هذا ليس بحرام وليستظل وليجلس لأن هذه مما أحل الله تعالى ولا يجوز للإنسان أن يمنع عن نفسه ما أحل الله له لأنه لا قربة في عدم الثلاثة ولكنه مدام قد نذر صوما فالصوم قربة فعليه أن يتم صومه أي أن يلتزم بما هو طاع قال الباجي رحمه الله هذا المذكورات ويعدم الكلام والوقوف في الشمس تعذيبا للنفس وعدم الجلوس والقيام دائم قال سماها معصية ولكنها مع ذلك هي من المباحات المعلوم الإنسان له أن يقف في الظل أو يقف في الشمس وله أن يقف أو أن يجلس قل لمن يبكي على رسم درس واقفا ما ظر لو كان جلس أن يقف أو أن يجلس لا مانع من هذا ولا مانع من ذاك شرعا وأيضا الصيام الذي ذكره أيضا هو صيام نافلة مباح ولكنه هاهنا حينما ذكر سما ما فيه مذرة ومشقة من وقوف وعدم كلام ووقوف في الشمس تعرض للشمس سماه معصية على اعتبار أن النذر بها هو المعصية أن النذر بما لم يحرمه الله تعالى على الإنسان والذي يعتبر معصية لأنه لا يحل ما ليس بقربة هذا لا يتقرب به إلى الله أن تقف أو أن تجلس أو أن تتكلم أو أن لا تتكلم أو أن تقف في الشمس أو في الظل هذا لا يتقرب به إلى الله ثم لأن فيها العنت وفيها الضرر وفيها المشقة على النفس والله سبحانه وتعالى لا يأمرنا أن نرهق أنفسنا ولا أن نكلفها ما لا تطيق ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفعل العبادة بشوق لا أن نفعلها ونحن نتألم أو نتضرر منها لأن ذلك سينفر الإنسان من العبادة ولهذا أمرنا بأن نفي بالنذر حينما يكون طاعة وأن نترك ما ليس بطاعة قالوا حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت إني نذرت أن أنحر ابني فقال ابن عباس لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا كفار قال ابن عباس إن الله تعالى قال والذين يظهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا لا يولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزرع وجعل فيها الكفارة جعل فيها الكفارة على ما هو موجود في سورة المجادلة والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريروا رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب النليم فها هنا رغم أن ذلك الأمر ممنوع وهو الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت عليك ظهر أمي إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها الكفارة فسيدنا عبد الله بن عباس جاوب الرجل كما سنشرح ذلك في هذا النص القاسم يقول أتت امرأة إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو حبر الأمة وفقهها وهو الذي علمه الله التأويل ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فله مقام مرموق في التفسير والتأويل والفتيا والفقه فقالت إني نذرت أن أنحر ابني بمعنى أن أذبح كما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام حين أمر أن يذبح ابنه ولده قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تمر فها هنا كأنها تريد أن تتشبه بسيدنا إبراهيم ونحر الولدي ليس من مأمورات الدين بل هو أمر فضيع بل هو من المنهيات الكبرى وهو من الجرائم الكبيرة أن يذبح الإنسان بشرا وما كان امتحان سيدنا إبراهيم إلا بمعجزة آلت إلى نجاة ولده وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين فها هنا قال لها ابن عباس لا تفعلي ولكن كفري عن يمينك كفري عن يمينك وقيل في بعض الآراء الفقهية أن الذي ينحر ينذر أن ينحر ولده أنه ينحر مكانه مئة من الإبل كما فعل عبد المطلب قديما حينما فدى عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام بمئة من الإبل لكن هنا ينحر مئة من الإبل تعتبر دية أي مكان نجاته وعدم تطبيق النذر عليه وقيل ينحر كبشا كما فدى الله تعالى إبراهيم إسماعيل ولد إبراهيم وقد أعطى الله تعالى لإبراهيم كبشا فديناه بذبح عظيم هذا الذبح العظيم القرطبي الطبري وأبو حيان وغيرهم يذكرون وابن كثير يذكرون أنه كان كبشا أقرن أملح والله سبحانه وتعالى أرسله إلى سيدنا إبراهيم ليفدي به إسماعيل فذبحه في مكانه وبقي سنة في الأضحية إلى يوم القيامة سنة إبراهيمية إسماعيلية موجودة إلى يوم القيامة فقالوا يذبح كبشا كما فعل إبراهيم تطبيقا لما ورد في الآية وفديناه بذبح عظيم لكن الحجة في فتوى ابن عباس رضي الله تعالى أنه لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين هناك نوع يقول هذا وهذا الحديث الذي ذكرناه لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين حديث معلول وقد تكلم فيه العلماء فلم يأخذوا منه الحكمة وقال الباجي رحمه الله سماه يمينا أي أن الحل منه أن يكفر عن يمين حينما يندر كما نذرت هذه المرأة أن تذبح ولدها فقال إنها تكفر بكفارة يمين قال سماه يمينا لأن كفارته ككفارة اليمين وقد أتت بذلك على وجه اليمين فقال شيخ كان موجودا يسمع فتوى ابن عباس قال كيف يكون في هذا كفارة وهو معصية ذبح الولد معصية فكيف تكون عليه الكفارة قال له ابن عباس في قوله تعالى والذين يظهرون منكم من نسائهم إلى قوله وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورة فمدام الله سبحانه وتعالى سماها كذلك فهي عادة الظهار هذه عادة جاهلية وهي من الكبائر ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورة وكونها منكرا من القول وزورة لم يمنع أن الله سبحانه وتعالى رتب عليها الكفارة وابن عبد البر رحمه الله يقول أنه لا معنى للاعتبار في ذلك بكفارة الظهار هو كأنه رد على ما سبق قال لا معنى لاعتباره والمقارنة والقياس على مسألة الظهار لأن الظهار ليس بنذر النذر أن ينذر شيئا يقول ولكن هذا توصيف في مسألة الظهار وصف زوجته وكأنها عليه كظهر أمه فجعلها كأمه وهي لا يمكن أن تكون أمه لأنها لم تلده كما ورد في النص الشريف ولكنه قال بأن نذر المعصيتي جاء فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي فلا يعصي وليكفر وليكفر عن يمينه هذا المعنى الذي ذكرناه ويبقى قول الإمام مالك واردا في الفروع والأصول التي نقلت عنه رضي الله تعالى عنه قال وحدثني عن مالك عن طلحة ابن عبد الملك أيلي عن القاسم ابن محمد ابن الصديق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه هذا نص واضح تماما ولذلك يحيى يقول سمعت مالكا يقول معنى قول رسول الله من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربدة أو ما أشبه ذلك مما ليس بطاعة وإن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه في ذلك شيء إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة هذا واضح تمام تمام الوضوح هذا ذكره المالك ابن طلحة عن طلحة ابن عبد الملك الأيلي رواه سيدنا مالك عن طلحة ابن عبد الملك الأيلي وهذا رجل ثقة مرضي حجة وهو مروي عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر السديق رضي الله تعالى عنه عن السيدة عائشة بنت السديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن من نذر أن يطيع الله تعالى بطاعة من الطاعات فعليه أن يسابق إليها ويأخذ أجرها ويتقرب بها إلى الله كأن يصلي الفرض أول الوقت ينذر هذا وطاع أو أن يصوم نافلة في أي وقت من أوقات الحل أو أن يتصدق بمال فوق أموال الزكاة مثلا بمال حلال فيجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى بهذا وأن يبادر إليه فإن في ذلك أجرا ومزية وترغيبا من الشارع ومن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نفعل هذا وقد أكده الفقهاء في باب النذر وبيّنوه على أحسن ما يكون أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يلهمنا السداد والرشاد إنه نعم المولى ونعم النصير